في الجولة الاولى كان فيه ارقام مميازة جدا لحكام ده المصريين اه ده انا عامل احنا كل كل اسبوع ان شاء الله اللجنة بالكامل بتعمل بتعمل تقارير بكل حاجة. التقارير دوت حراك هتقرار دلوقتي. اه اه التقارير دوت ممكن يبقى موجود للجماهير بعد كل المباراة يعني يشوفه حتى على السوشيال ميديا بتاعت. ممكن ينزره مع دلاش مشكلة. هتبقى حاجة عظيمة جدا. مش مشكلة. يعني على تبالي النصيحة يعني اللي هو اه حلو ان احراك مش تبقى طول الوقت بتطلع تقول التقارير دوت. بس على الاقل في لجنة علامية محترمة جدا في اتحاد الكرة ممكن تاخد الكلام دوت واتنشور الجمهور. مشكلة خالص. شفافية عظيمة يعني. يعني احنا عندنا تسعتاشر هدف. اه. في الاسبوع الاول. تسعتاشر هدف صحاح. فيش اي خطر في اي هدف خالص تمام. عندنا اه احداث منطية الجزاء. عندنا حوالي خمسة وعشرين حدث جوة منطية الجزاء. هاي. من النوم اتنين وعشرين اه استمر اللعب. ممكن تكون فيه حلقة او اتنين عليها جدل. لكن الباي استمرال اللعب وده كانت خرر سليم. عندنا تلات ركلات جزاء سلام. هتيجي اتحسب متين تلاتة وستين فاول سليم. فيه فاولين خطأ اتحسبوا. فيه اربع فاولات لم يحتسبوا. هاي. عندنا حالة اتاحة فرصة سليمة وما فيهاش اي خطأ. الكروت الاصفر اللي طلعت صفراء تسعة واربعين كارت اصفر صحيح. عندنا فيه الكارتين طلعوا خطأ. فيه اتنين لم يحتسبوا. ما طلعش فيهم كارت. الكروت الاحمر اتنين والاتنين صحاح ما فهمش اي مشكلة. تمام. التسلل تسعة وثلاثين حالة تسلل سليمة. مم. فيه تلاتة خطأ. مم. والتسلل لم يحتسب. هاي. حالة تعاون بين الحاكم المساعد. هاي. انا اسف للمقاطعة. التلاتة الخطأ دول. الفر رجع وصحح مملا ما لا ده أثناء اللعب في حالة تعاون بين الحاكم والحاكم المساعد 19 حالة صحيحة و 2 خطأ حالة الفار تدخل في حالتين وحالتين صح مستوى أداء الحكام وفقا للأداء اللي احنا عملنا كله 83 و 4 من 10 متوسط الأداء في التسعى المباريات يعني أعلى حاكم واخد 8 و 6 من 10 أعلى حاكم واخد 8 و 1 من 10 فده تقرير للأسبوع بالكامل دي أرقام عظيمة وده طبعا أرقام مفهاش يعني دي مش أرقام يعلم أنت أصلا لو حلاج مش جاي معنا النهاردة بكتشتريتل على الناس فإن مش محتاجة أقول للناس إن احنا كنا كويسين يعني خلص هو كده كده كنا كويسين وده كان شكله شكله واضح بس هل في الأخطاء دي يا كابتن فاروق ممكن تقول لي مثلا كان فيه أخطاء مؤسرة قد دي لا ما فيش أخطاء مؤسرة ما كانش فيه أخطاء مؤسرة ولا خطأ مؤسرة في الإسبوع يعني ممكن مثلا تقول لي إيه يعني حتى الحالتين أو الحالة اللي ممكن يكون فيها جدل ما فيش أي خطأ أسرع تيجب مبرأة حايل دي نقطة مهمة جدا وممكن تقول لي مثلا إحنا كنا 90% عاملين أداء كويس جدا بس ما قول عشرة في المائة دول مثلا خسروا فرقة فبقى هنا الخطأ جسيم مش خطأ عادي لا 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 ما فيش أي خطأ تماما خالص وأقول لك الحاجة إحنا عندنا من الشجاعة لو فيه خطأ مؤسرة هلت عنقول أنا أقول لي أن فيه خطأ كان موجود ما فيش مشكلة خالص عندنا لكن الإسبوع الأولاني بصراحة الإسبوع أداء زي بقولك 84 84 و 83 من 10 نسبة النجاح لحكام فده مؤشر كويس جدا ممتاز ونفس الكلام زي ما قلت لك الممتاز المحترفين بدأ النهار ده مطشين وأداء راقي بدأت أشوف أسماء حكام هما مش جداد هما لها أبو دوري ممتاز بس هما مش الأسماء المشاهير أو الأسماء الدوليين وعملوا مباراة كبيرة جدا في الدولة الممتازة حتى الآن يا كابتن فاروق خلينا نقول طبعا محمد عادل طبعا حكم كبير طبعا محمود بسيوني قدم مباراة رائعة طبعا العتباني قدم مباراة رائعة صبح العمراوي شامل قاضي إبراهي كل الحكام يعني أنا شايف ما هو النسبة دي بتقول إن كل الحكام كان وشي أدوا أداء كويس يعني أعلى زي مطلق حكم 8 و 6 من 10 قال لحكم 8 و 1 من 10 8 و 1 من 10 لبعض الأخطاء اللي هي فيها حالات جدلية هاي لكن خطأ أسرع تيجي المباراة لا مش موجود ها